السعودي قبل أن أذهب إلى الفاصل أنا أسألك دكتور جاسم شفت الفرحة التي كانت على المنتخب منتخب قطر بعد المباراة ومعنا سابع انتصار لهم في المواجهات التاريخية من المنتخب السعودي 39 مواجهة كانت بينهم سبع انتصارات لقطر 17 انتصار للسعودي والبقية انتهت بالتعادل طرحة عارمة الفوز على الأخضر بطولة أولا نمسي على الكابتن محمد عبد الجواد أبو عبد وتاريخ قديم ومرصع بالذهب ما يحتاج شهادنا فيه مجروحة أنت قصدك منتخب الأمم المتحدة اللي فاز علينا اليوم لا تقول لي قطر لأنه بصراحة يعني ما في واحد قطري منهم يعني واحد ولا اثنين تتكلم عن 95% كلهم مجنسين حق ومشروع ما فيه كلام بس أنه يعني خلنا نكون واقعيين إذا كان هذا مستوى طموحهم منه من فزوننا في مباراة تحصيل حاصل فأعتقد أنه يمكن ما يتجاوزون دور الستعاش بل كثير الدور الثماني لكن الحمد لله أنه هذا ندل على شيء علوكا بالكرة السعودية أنك فائز على فريق قوي ومهم وبطل وبوعبع في آسيا فهذا يزيد من رصيدهم أنه يفاز علينا فيه في مباراة تعتبر تحصيل حاصل لكننا دائما في المباراة المفصلية من الصعب جدا أنك تنال مننا شيء فأعتقد المنتخب السعودي توجبته أمثلة تعثرنا مباراة ثالثة أمام إيران في 96 رجعنا أخذنا البطولة أمام الإمارات براكلات الترجيح إذن هذا ديدا الكرة السعودية أيضا مباراة بطولة آسيا في لبنان خسرنا من اليابان أربعة واحد في البداية صحي وقيل ما تشاء الله استلم ناصل الجهر لعبنا النهاية وخسرنا بأخطاءنا خطاءنا هي كرة ثابتة وضعنا بركلة جزاء وضعنا بركلة جزاء وفي نفس الوقت كرة ثابتة وسجلوا منها اليابان وانتهت واحد صفري ذا بمعناها تاريخنا الحمد لله ممتاز أيضا في اندونيسيا لا ننسى أنه ما كنا مرشحين نتأهل الدور الثمانية شوي لو نحن في النهاية مع العراق وطريقك أوزباكستان واليابان صحيح فالحمد لله ان شاء الله اليابان دائما معبر لنا لتحقيق البطولة أبنائنا صحيح أنهم صغار في السن لكن كبار بالعمل في الملعب وحسن الحظ أن نحن من قابلهم على نهاية قابلهم في دوار النهائية تمشي لكن إذا قابلتم في نهاية الكفة تميل اليابان فزين أنهم جوغوا البداية يمكن كبتن فيس الله شاء الله أنه مؤشر هو مؤشر لك صحيح مؤشر قوي جدا يكون أحمر يأخضر واحدة من الثنتين وإن شاء الله أخضر بإذن الله إن شاء الله يا رب هل نمشاهدين بروح الفاصل سريع ونرجع نواصل حديثنا إن شاء الله في استوديو آسيا ترجمة نانسي قنقر